اكد النائب عمار البناء رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب أن انتهاكات النظام القطري وتجاهله المستمر لمبادئ حقوق الإنسان شملت كافة أفراد المجتمع القطري دون استثناء وأضاف أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا ارتفعت أصوات العمالة الوافدة والعديد من المنظمات الحقوقية ضد الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة والعنف والتعسف الذي يمارسه عليهم ما جعل هذه الفئة تعاني الأمرين وعاجزة حتى عن شراء قوت يومها من طعام وشراب إذ لم يكتفي النظام القطري بهذا الحد بل فتح المجال أمام العديد من الشركات بفصل آلاف العمالة الوافدة دون سابق إنذار وحرمانهم من مستحقاتهم إضافة إلى إجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم وقال البناء إن هذه الانتهاكات بحق العمالة الوافدة المتجردة من الإنسانية كشفت كذب النظام القطري المستمر وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأوضحت مدى استغلال الشركات تحت غطاء حكومي لملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومغتصبين لكرامة العمال الأجانب وحقوقهم دون حسيب أو رقيب على أرباب العمل في قطر وأشار البناء إلى أن النظام القطري ينفق المليارات بصخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه ودعم بعض الدول الحليفة له لإنقاذ اقتصادها والتي تخضع لعقوبات عالمية إضافة لدعمها للجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم إلا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفضة جدا والتي تكاد لا تذكر أمام الإنفاق الكبير على الإرهاب وخراب المجتمعات العربية ولفت البناء إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من نهج النظام القطري فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا لتمتد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة وتطول بذلك أبناء الأسرة الحاكمة فحقوق الإنسان معدومة ولا توجد سوى في الخطابات السياسية وبكذب إعلام قناة الجزيرة فقط وأضاف أن ما يتعرض له الشعب القطري من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب وخطف قسري جعل من قطر حليفا للدول الراعية للإرهاب والناكرة لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في العالم وكشف عن حجم الاستبداد وبوليسية النظام القطري تجاه أبناء شعبه خصوصا ما تعرض له العديد من أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين للسياسة القطرية العدائية تجاه دول الخليج والذين وجهوا العديد من الانتقادات للحكومة لتبادر الأخيرة بالقبض عليهم من خلال حملات واسعة من الاعتقالات وأضاف أن مبادئ حقوق الإنسان لا توجد في قاموس النظام القطري خصوصا في سياسته الداخلية تجاه أبناء شعبه فهي مجرد خطابات وسلاح يستخدم بوجه دول الجوار وفي السياسة الخارجية فقط أما على الصعيد الداخلي فتكميم الأفواه والاعتقالات وطرد كل من يطالب بالمساواة والحرية ومضايقة القبائل والتعرض لها نهج قام عليه هذا النظام والثوابت كثيرة على ما تعرضت له القبائل القطرية من انتهاكات فادحة وفاضحة لأبناء قبائل الغفران القطرية وقيام الدولة بطرد غالبيتهم خارج البلاد وإدخال المئات منهم إلى سجون القطرية وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التملك أو ممارسة النشاط السياسي إضافة إلى سحب العديد من الجنسيات القطرية وتابع البناء أن هذه الانتهاكات والإرهاب الممنهج الذي يمارسه النظام القطري ضد شعبه جاء نتيجة رفض العديد من القبائل القطرية وأفراد الأسرة الحاكمة وعمة الشعب القطري لاستلاء أشخاص من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم أما على الصعيد الدولي فانتهاكات قطر لحقوق الإنسان زاخرة ومنتشرة بكل بقاع العالم من خلال دعمها للإرهاب وارتباطها بالجماعات الإرهابية ودعمها ماديا ولوجستيا وأشار البناء إلى أن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان بعرض البحر من خلال تعرض القوات القطرية للصيادين البحرينيين وتعريض حياتهم للخطر إذ قامت القوات القطرية على مدى سنين بالتعرض للصيادين البحرينيين والبحارة ومضايقتهم وملاحقتهم بعرض البحر في المياه الإقليمية البحرينية منتهكين للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ولحسن الجوار حيث وصل الأمر إلى حد إطلاق الأعيرة النارية على الصيادين البحرينيين وإصابتهم وتخريب زوارقهم وقطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم متعدين بذلك على حق الحياة والأمان الشخصي وحق العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان